موسيقى موسيقى الله يخليك أنا الأخ الأخت ديال واحد السيد شتواحد في الفيديو البارح لاحوها في اليوتيوب واحد السيد مجهول الهوية ما عارفوش وهذا السيد الأخ ديالي هو من رباط وهذه تقريبا شهرين هذا الرجل الكبير عنده 65 عام مريض نفسانيا عنده انتخوماتيزم كخانيا المهم جاءت السلوطات من رباط جمعوا المتشردين والحمق ودهم الأسفي ومشينا الأسفي ومشينا الجمعية اسمي تلبر والإحسان قالوا ان هذا السيد داز عندنا في هذه الجمعية وراء من البيت سيفتوهم عوتاني جاء كيران ودهم كار الكازا وكار الرباط ديكلارينا في البوليس نقلبوا على الأخ ديالي أخي خرج صحيح حتى البارح كنتفاجئوا في واحد الفيديو تلاحط في شوف تيفي اللي كنا تشوك هنا فيها ما نويناش أنه نلقوا الأخذ هذه الحالة الأخذ مريض مليوح في الزرقاء الناس اللي عيطت الوقاية المدينية باش نشوفه بغينا نعرفوا ما هو الحالة اللي وسط الأخذ يعني كان يمشي لدارهم في الرباط يخرج بطل المدينة يرجع لدارهم كيف هذا الحالة بغينا نفهموا هذا الشيء وشكون هذه السلطات لدتهم الأسفي وش يتروفوا له وعي بطلة يتروفوا له من مدينة المدينة لم نفهم حناية هؤلاء الناس الذين يزوموا ودوهم لا يعرفوا لديهم العائلات لا يعرفوا الناس سيسور عليهم أخويا يخرج رأس الرجل الكبير عنده 65 عام وخاصة مالد مدينة يهبط المدينة يشرب قهيوة ويشرسلتهم ويعودوا يخرج على دارهم هذه أول مرة يغبار على دارهم لا نسفرق الإحساس والناس الذين يلقوا بقوا أحصر الناس الذين يمكوهم كيف نكون ويحنا نبدأ الحالة وعائلت ونطلقنا كذلك ونطلقنا الذين يرى في مدينة الذين يقلوا أنه في اخويا كان يوميا ونطلقنا أحد演ثته وقلقنا ونطلقنا لا عمرنا وقلنا ويقلهم ويقلهم ولا يبرمون ويقولون لا تصويته هذه أول مرة كانت توقع لواية الحالة هذه كانت طالب أن أرى تيفي الناس اللي يسميته بغيت نعرف فين دوخوي لأنا قالوا جابوا الوقاية المدنية أنا مشيت دبر سبيتر صوفي ملقيتش مشيت الموريسكو ملقيتش دابا بغيت نعرف الأخ ديلي فين غادي يكون باش نديوه الأخ ديلي ليشتو سميته رخاوي ناجيب وأنا الأخ ديلي رخاوي صوفي الله يخليكم اللي تعرف عليه ولا سميتو أنا النمرة ديلي غادي غادي تكون تحت سميتو موسيقى